أهلا بك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني تمتد بنا الأيام والآن المشهد السوري أخي نبيل يدور حلول ثلاثة محاور أساسية المحور الأول الذي ينبغي أن نتوقف عنده هو المحور الإنساني اليوم في الشام استطيع أن أقول كما قال بدر شاكر السياب في يوم من الأيام في العراق يجوع أستطيع أن أقول اليوم أن في الشام يجوع هناك أطفال يجوعون بالأمس كان أهالي معظمية الشام يستصرخون لجوع أطفالهم هناك في ريف دمشق العامرة بالخير والخيرات هناك أطفال يموتون الآن من الجوع في الشام عري في الشام تشرد في الشام جرحى بدون علاج مأساة كارثة إنسانية كبيرة الآن تخيم على أجواء الشام وعلى أرض الشام الحقيقة الثانية أن في الشام قتل وموت وتدمير والمجتمع الدولي الذي أنكر واستنكر أن يتم قتل الناس بالغاز الكيماوي قد أطلق يد بشار الأسد ليقتل الناس بكل ضروب وبكل أفهنين القتل دومة القتل مستمرة دومة القتل حافلة بالقصف بالطيران عندما نقول بأن الأتراك أسقطوا طائرة على حدودهم وعندما نقول بأن أهالي محافظة إدلب أسقطوا طائرة حربية في سمائهم معنى ذلك أن هذه الطائرات كانت تقوم بدورا مريبا عمليات القتل مستمرة وبنفس الوقت القصف على أحياء دمشق بشكل خاص وعلى بقية المدن السورية مستمر مشروع القتل الذي يشترك فيه وفي جرائم الحرب التي تنفذ الإيرانيون وحلفاؤهم من عراقيين كما قالوا ومن أفغان ومن أوزبيك ومن أذرباجيين ومن لبنانيين ومن قالوا سعوديين والآن ذكروا بعض السعوديين القادمين من المملكة العربية السعودية من مناطقهم وبعض أبناء الخليج كل هؤلاء يتآلبون ويتعاونون على إحداث جرائم حرب من تجويع وتعطيش وقتل وتدمير على الأرض السورية المحور الثالث على محور السياسة الدولية نجح لافروف ونجح بشار الأسد معه ونجحت إيران في إعادة الملف السوري إلى متاهة الكواليس الدولية الأخذ والرد والقيل والقال والقليل والكثير والقصير والطويل البارحة كان مجلس الأمني مجتمعاً في نيويورك خرجوا بنتيجة بعد أن تداولوا لمدة ساعة بأنهم لا يستطيعون اتخاذ قرار وأن لافروف يرفض أن يتخذ أو أن يكون جزءاً من أي قرار دولي أجلوا الاجتماع إلى اليوم أنا الآن لم أعلم بعد نتيجة اجتماع اليوم لكن أقول أيضاً سيؤجل ربما إلى أسبوع والأسبوع إلى شهر ثم تلحق هذه القرارات بدوامة مؤتمر إذا تسمح للأفروف يقول القرار أنه النظام هو الذي ضرب قرار استفزازي ماذا يقصد استفزازي؟ يعني أولاً هو يقول بأنه لافروف والحكومة الروسية كلها قالت بأن تقرير المحققين منحاز مشكوك فيه غير موضوعي غير فني وأن العملية الضرب كانت عملية استفزازية بمعنى أن الجيش الحر أو الشعب السوري ضرب نفسه ليستفز العالم هكذا تفسيرهم أن الإنسان السوري أن أبناءه ضد دمشق قتلوا أطفالهم وضربوا أنفسهم بالكيماوي ليستفزوا العالم للمجيء إلى سوريا هذه النظرية جايبين إمرأة نصرانية تقول أنه هذا مفبرك هذا من أين هذه نحن شيء مضحك شيء مضحك هذه راهبة وليس علاقة فيه كثير من الرهبان يعني إذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع لكن هذه راهبة مستأجرة مصطنعة أتوا بها أصلها من لبنان لتكون شاهدة زور بالتالي الآن يريدنا لافرو ويريدنا بشار الأسد أن نرمي بتقرير لجنة التحقيق الدولية وهي لجنة معتمدة ونصدق هؤلاء الشهود الذين يأتون بهم من هنا هناك أخي نبيل إذا سمحت لهذه قضية مهمة إذا كنا سنسير في مبدأ كل شيء لا يعجبنا نرفضه بالتالي لماذا كان مجلس الأمن الدولي ولماذا كان القانون الدولي إذن المبدأ مبدأ قوة ولافرو وبوتين وروسيا تصرفون من أنهم أقوياء في هذا العالم وكل تقرير الآن هذا التقرير الذي صدر عن لجنة أممية قالوا في الأصل بأنها لجنة مهنية فنية مهنية غير مسيسة الآن تتهم بالإنحياس تتهم بالتحيس تتهم بأن تقريرها غير موضوعي يضرب به لافرو بقدمه ويضرب به بوتين بقدمه أو يدوسون عليه ونحن نظل في دوم ثم يقولون وعلى اللجنة أن تعود إلى سوريا لتستكمل أعمالها ماذا ستفعل اللجنة إذا إذا كان الشاهد كاذبا أو مكذبا فلماذا يستدع إلى المحكمة أصلا هذه الآن المعضل الأساسية التي تواجه الحالة الدولية حتى بكين أنا قرأت البالحة أحببت أن يكون لبكين موقفا مخالفا أو متغيرا إذا التقرير الذي ينطق بالشواهد القاطعة بكين قالت بأنها ستعيد دراسة التقرير ستعيد دراسة التقرير يعني لا تريد أن تعطي جوابا لأنها تريد أن تجد ثغرات أو كلمات لا تريد أن تقالف موسكو أن ترفض أن ترفض هذا التقرير نحن الآن أمام حالة أخرى جريمة أخرى ترتكبها موسكو ويجب على المجتمع إذا كانوا سيرفضون التقرير هذه جريمة وهذا اتهام للجنة التحقيق دولية وهذا الاتهام يجب على هؤلاء المحققين أنفسهم أن يرفعوا قضية على كل من يرفض تقريرهم إلى محكمة عدل دولية ومحكمة جناية الدولية يطالبون بشرفهم لأنهم الآن يتهمون بالتحيز وبالكذب وبشهادة الزور وبما إليه القرار الدولي الآن السياسة الدولية في محنة وبالتالي هذه المحنة يصطنعها الروس تجاهلها من قبل الآخرين وأقصد بالآخرين هنا الروس والبريطانيين والفرنسيين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تجاهل هذه المشكلة هو دليل ضعف ودليل تخلي ودليل خذلان ودليل هروب من تحمل المسؤولية لا ينبغي أن يسمح لأي متقاضي أن يرفض نتيجة القضاء هذه الآن حكومة هذا القرار يعني هو مثل الحكومة مثل الحكم الذي يصدر عن لجنة محايدة بأن الذين ارتكبوا الجريمة هم هؤلاء الأشخاص ليس لي لا فروف إلا أن يطأطئ رأسه لحكم هذا القضاء وإلا فنحن أمام دوامة من الأخذ والرد والكلام الذي لا ينفع فيه أمر ولا ينفع فيه شيء فشل المحادثات في مجلس الأمن أمس هل تتوقع اليوم تفشل كذلك؟ طبعا سيدي الآن إذا سمحت لي سأناقش هذا الفشل هذا الفشل لي لم يحدث بالأمس أحيانا الإنسان يبحث عمن يكذب عليه أوباما والأمريكيون والبريطانيون جاءت اللحظة في استحقاق القرار السوري كانوا يبحثون عمن يكذب عليهم فوجدوه عندما قال كاري إلا إذا قبل الأسد وخلال أسبوع كان يستجدي من يكذب عليه قال لهم الروس نحن جاهزون للكذب عليكم فأطلقوا المبادرة وكان وليد المعلم جاهز حاضر حاضر مثل نتكلم كلام لا يليق حاضر لي يوقع قالوا إحنا جاهزون خلال قالوا لهم سبع أيام خلال سبع ساعات غيري قال خلال سبع دقائق أطلقوا الكاذباء الأمريكيون مصدقوها أرادوا أن يظهروا أنهم صدقوها وإذا عاد معي كل المشاهدين إلى المؤتمر الصحفي الذي جرى في باريس منذ خمسة أيام عندما تكلم كيري وعندما تكلم لافروف لا وجدنا أن في لغة الكلام لغم ملفوف بسلوفان خلاف هو هذا الخلاف الذي يتفجر الآن خلاف واضح كلهم لكن لا أحد يريد أن يثيره يريد أن يؤجلوا هذه المشكلة لأنهم يريدون تمرير هذه الصفقة التي سموها الآن المبادرة والمبادرة الروسية ثم المبادرة الروسية الأمريكية ثم مبادرة الأسلحة الكيميائية وهذه المبادرة الآن يدفع ثمنها أطفال سوريا نحن الآن في سياق بسموها المتاهة اللي بسوى في المجلات لتسليل الأشخاص كيف بصل للشخص من النقطة ألف إلى النقطة يا عبر هذه المتاهة نحن الآن دخلنا في متاهة يجتمع مجلس الأمن بالأمس سيجتمع اليوم سيجتمع بعد شهر هذا سيقول كلاما طويلا ذاك سيقول كلاما قصيرا سوف نستمر في هذا الكلام والشعب السوري يقتل لأنه لا أحد يريد هناك من يقول لك أستاذ زهير أن أوباما حينما طالبهم بعقد جلسة إلى مجلس الأمن يريد يمشي وياهم مثل المثل اللي عندنا يقول يمشي مع الكذاب الباب الدار وهو راح يمشي معهم الباب الدار وراح يشوف مدى الكذب هذا لما يصل إلى أن الروس سيستمرون بالكذب ويكذبون 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 راح يجي وقت يقولهم shut up we know what's going on خرسوا احنا نعرف ماذا يجري جميل هذا إذا كان باب الداري محددا معروفا وله نهاية نحن نمر مع الكذاب نحو هذا الباب منذ ثلاثين شهرا منذ ثلاثين شهرا وكانت كلينت لا أسل موضوع اختلف اسمح لي نحن نسير نحو هذا الباب منذ ثلاثين شهرا مضت الآن ربما جددوا المدة ثلاثين شهر آخر إذا استطاع بشر الأسد أن يحافظ على وجوده خلال هذه المدة نحن أمام اللعبة الطرفان مشتركان في الكذب الطرفان مشتركان في الاحتيال لأن الذي يدفع الثمن لا يهمهم في شيء الذي يدفع الثمن هو الشعب السوري دعني أذهب معك إلى تصريحات أوباما بالأمس وأوباما كان له تصريحات قطيرة على أكثر من مستوى قال لا يمكن أن يعقد مؤتمر جنيه بوجود الأسد هذا الجزء الجميل من المعادلة أنت قرأته لكن ما أكملته أنا أكملته لأنه أنا موجود فضل قال هو يرى من الصعب مو لا يمكن قال من الصعب هذه العبارة أن يصل إلى حل في سوريا بوجود بشار الأسد من الصعب من الصعب من الصعب هذا فرق بين من المستحيل ومن الصعب هذا واحد اثنين قال وأنا أرجو المشاهدي تابعني بدقة نحن نقول لهم بأنه يمكن أو إذا خرج الأسد من المعادلة سنصل إلى حل في سوريا لا يكون أو لا تكون فيه اليد الطولة أي من عندهم مش من عندي أنا أستاذ لها عربيه بس هي اليد الطولة مترجمة أنا قرأتها من عندهم لا تكون فيه اليد الطولة للمتطرفين مين المتطرفين الإسلاميين لا 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 المتشددين المسلم لا حبيب المتشددين أنا أقول لك لا قالوا هم وترجموها يا سيدي ويحاول طيب اسمح لي أنت دور دور الإسلامية لا 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 ونحن ما عم نقول هذا اسمح لي قال ويبقى فيه المكان للأقليات الموجودة في سوريا سوريا أخي منذ خمسين منذ خرج الفرنسي محكومة بالأقليات والجيش السوري مبني على نظام الأقلية التي سيطرت على هذا الجيش أوباما يعرض عليهم صفقة الآن التصريح واضح التصريح مبين اسمح لي إذا تقاطعني خلينا لا ما أقاطع خلينا أكمل ذكر لأنه أنا المكوي الملسوع بخاف من جر الحبل أوباما يعرض عليهم صفقة يخرج بشار الأسد تبقى تركيبة الحكم بيد الأقليات وهم الآن اللي حاكمين أقليتين أو أقلية وأقلية مساعدة معروفين يعني الشعب السوري كلهم يبقى الحكم بأيديكم تعطونا بشار الأسد يشوف له مكان يعني يروح يرتاح فيه مش مشكلة ويستمر الأمر على ما هو ويبقى هؤلاء الذين كانوا تحت البسطار هذا هو هذا هو هذا تحليلك هذا هو العرض هذا هو العرض الذي يقدمه أوباما بالأمس للروس ولبشار الأسد وللإيرانيين أيضا بأنكم فقط أعطونا بشار الأسد ليخرج من المعادلة لبالتالي لنحافظ على مكانة ووجود الأقليات في نفس البنية ونصل إلى الحل السياسي الذي نتطلع إليه قراءة التحليل أو التصريح كامل أنا أنصح به الأخوة المشاهدين حتى لا يحب يخالفوني أنا أعزاء المشاهدين وجهة نظرة تختلف طيب طيب هو المتشددين يعتبرها غير شكل وأنا المتشددين أفسرها غير شكل أنا أفهم أنه كل من يذهب إلى المسجد في عرف أوباما متطرف هذا لا أنت تقوله لا دخلوا العراق صدام حسين كان متطرف إسلامي متشدد طيب ليش أخذوا منه الحكم وألقوا وعطوه لحزب الدعوة ليش عطوه لحزب الدعوة ليش لا يصفون الآن كل هذا الذي يصدر من الإيرانيين اسمح لي بحى واحد كاتب تقرير وقال هذا الكلام طيب جماعة حزب الله وجماعة الولي الفقه المتشددين ذلك ما يسموهم الغربيين متشددين ولا يطلقون عليهم للحظة لقب متطرفين أو لقب متشددين متشددين وعن إعلام الغرب كله لماذا لا يطلقون على أبو الفضل العباس اللواء المتطرف ولماذا لا يطلقون على جنود حسن نصر الله المتطرفين ولماذا لا يطلقون انبيرح على لواء ذو الفقار اللي قتل أحد قادته بلواء المتطرفون هم سماء معينة لمسلم معين محدد كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو حين أدخل حزب الله كجهة إرهابية ماذا يعني ذلك ما أطلق الجناح العسكري منه حتى سهل عليك الأمر يعني ما ندخل الآن في دوامة من الجدل بيننا أنا أقول هذا تصريح أوباما بالأمس يؤكد بأن هناك صفقة تدار بين روسيا والولايات المتحدة من جهة وأنا أقول الآن وبين روسيا وإيران والآن الآن إذا سمحت لي مادام تريد أن تسترسل معي إيران ورسائل الغزل المتبادلة بين روحاني وبين مش رسائل كتب له رسالة قال له لا تفهمني قال له لا تفهمني من خلال تعاملنا مع بشار أنني قاش يتطلب أن أخذ حسطي بعدها تجاوبني ليست رسالة الآن صاروا ثلاث رسائل اسمح لي الروحاني البارحة أصدر تعليمات للحرس السوري الإيراني أنه ما تدخلون بالسياسة لا تدخلوا بالسياسة خلوني أنا المعلم وأنا اللي أشتغل لكم خرج خميناء بعد ساعات قال لهم اسمعوا وأطيعوا معنى ذلك أنه خميناء وروحاني صاروا جزء من الصفقة كل المتابعين يقولون بأن الرسالة التي أرسلها أوباما إلى روحاني وقال لهم تعلموا من الدرس السوري يقولون بأن روحاني أجابه بأننا قادرين على التعلم من الدرس السوري الآن هناك صفقة إيرانية أمريكية ربما أنا أقول الآن ربما يكون سوريا جزء من ثمنها بأن أمريكا إذا أطيح ببشار شو رأيك لا إيران تأخذ سوريا وتتنازل عن النووي لا إيران تأخذ سوريا ويبقى بشار أو جزء منه أو بعضه أو ذنبه أو رجله أو بستاره وإيران تتنازل هذه الصفقة الصفقة الآن تعقد على حساب الشعب السوري على السوريين أنا أقول للذين يقرؤون السياسة ويشتغلونها أنا أعتقد هذه لن تتب ويمتلكون القرارة إن شاء الله نحن نحن سنجهدها وسنبطلها اسمح لي أعطيك إشارة أخرى دكتور نبيل معلش تحملني أنا أقرأ سياسة على طريقتي أوباما أعلن أنه سيضرب دمشق هل كان الإعلام هو مجرد مناورة الآن يقول نعم الآن هو يقول يقول نحن بمجرد إعلان حققنا نصر إنه كسبنا أخذنا تعهد إنه سوريا توقع على التفاقية وتسلم الأسلحة مجرد الإعلان حقق نصر آخر حقق نصر آخر هو أنه استنفر قواعد الشيعة في العالم العربي أجمع وجاءوا إلى دمشق ليتصدوا للعدوان الأمريكي ووصل المتطوعون من الإيران ومن العراق وكما قلت لك مذكورين وبعضهم من العربية السعودية وبعضهم من لبنان وبعضهم من الكويت وبعضهم من أفغانستان وهم الآن قالوا جئنا لنتصدى للعدوان الأمريكي خطبة الجمعة يوم الجمعة الماضي في النجف الأشرف محمد القبانشي محمد القبانشي خطيب خطيب جمعة الماضي هو يقول يقول للمشاهدين لأنه صارت المنابل الجمعة مثل التلفزيونات يقول بأن عليهم أن يكونوا في الشام لأنهم يجب أن يكونوا مستعدين يتصدوا للعدوان الأمريكي إذن هذا الجانب الخفي من المناورة الأمريكية أنهم الأمريكيون قالوا بدنا نجي كان وعدهم مثل انتظار جودو عم ننتظرهم لكن جودو ما بيجي كل يوم بقولوا له لا بكرة الأمريكي لم يأتي جاء بدلا منه من جاء بدلا منه القاتل الذي يقول نحن نأتي إلى سوريا لنحارب الكفار الذين يأتون من إيران ومن العراق إلى سوريا يأتون ليحاربوا من الكفار الكفار من هم الكفار السوريون هم الكفار إذن هذا هو المشهد إذا سمحت لي أن أحلله بهذه الطريقة هذا هو المشهد الدولي الذي يعمل عليه أوباما يريد صفقة مع إيران لأن إيران بامتلاكها للنووي احتمال ولو في المية واحد أن تهدد أمن إسرائيل إسرائيل لا تغامر هل تصدق أنا لا أصدق لكن قل للإسرائيليين أقنع الإسرائيليين أن الإسرائيليون يقولون للأمريكان أحيانا يقول الأمريكي للإسرائيلي نحن ضامنون أمنكم قل للإسرائيل لأمن نحن لا نثق بأحد أنا أعلم أن الإيراني لن يمد يذه بسوء ولا عينه بسوء إلى الإسرائيلي لكن الإسرائيلي لا يصدق لذلك الآن الصفقة محبوكة على حساب الشعب السوري سيدفع ثمنها الشعب السوري المنتظر أن الذين يملكون قرار المعارضة السورية أن يكونوا قادرين على فهم أبعاد هذا المشهد تصريحات أوباما بالأمس خطيرة ما قاله خطير إدخالنا في دوامة مجلس الأمن خطير وقوفنا بأبوابهم حتى الآن طيب الآن يعني يقولون محكمة جنايات دولية وكلام جميل كثيرين يقولون هذه جريمة ويجب أن يساق المجرم إلى محكمة الجنايات دولية إذا كان لافروف مغلط كل مؤسسات المجتمع الدولي وحطت المفتاح بجيبه كيف يمكننا أن نستفيد من كل هذه المؤسسات إذن هل نستطيع أن نعلن الحرب على روسيا نحن أم أن نعود لنعلن الحرب على هذا النظام الذي تفننا في قتلنا في تهجيرنا في تدميرنا المعادلة واضحة أظن أنه يجب أن نتوقف عن السعي في الغرور السعي في الباطل أن نسعى وراء هذا المجتمع الدولي الذي يبدو أن كل الصفقات الآن قد تحركت ضد أبناء الشعب السوري بالنسبة التعبئة الإيرانية المستمرة في سوريا وكما هو معلوم أن قاسم سليماني هو الحاكم الفعلي لسوريا بدل بشار الأسد بشار اسمه رئيس بس الرئيس الفعلي هو قاسم سليماني كيف تحلل هذا الموضوع؟ ما الذي تستطيع أن تستخلص منه إذا كان قاسم سليماني هو الذي يحكم سوريا؟ يعني هذا الموضوع الحقيقة ليس أبني اليوم نحن نقول سوريا منذ بداية عهد بشار الأسد أو آخر عهد حافظ الأسد لنكن دقيقين بدأ الانتشار السرطاني الإيراني يأخذ أشكالا متعددة أشكالا ثقافية أشكالا عقائدية أشكالا اقتصادية الجو مستحكم بحيث أصبحت سوريا المحافظة الخامسة والثلاثين كما يقولون بعض كما تفضلت يقول الآن المتابعون بأن قاسم سليماني هو الحاكم الفعلي لسوريا وهو يستقطد كما كنت أقول أنا منذ قليل الشيعة من كل أنحاء العالم من كل أنحاء العالم يتم تدريبهم وتأهيلهم ثم يزجون في المعركة الشيعة الموالونة لإيران فقط أنا لما أقول من كل أنحاء العالم ما قلت كل شيعة العالم الذين يستجيبون لا بد أن يكون الموالون لإيران الذين يستجيبون لا بد أن يكونوا موالين لإيران وللولي الفقه ويعتقدون أن أبواب الجنة بيذ الولي الفقه إلى جانب هذا كان هناك مبارح تصريح لمحمد علي جعفري القائد العام للحرس الثوري الإيراني يقول فيه بأن إيران انتصرت على الأرض السورية ضد العدوان الأمريكي شو دخل إيران طبعا هو محق الجند جنودها والمقاتلون مقاتلها والسلاح سلاحها والمال مالها والآن الأرض أصبحت أرضها وبالتالي هو يعلن هذا لم يرد عليه إنسان سوري واحد لا مسؤول لا وزير خارجي ولا وزير داخلي لأنهم لا يستطيعون أن يردوا عليه هل يجرؤون هل يجرؤ بشر الأسد أن يرد على محمد أو لا يستطيع أن يرد على محمد القبانجي برد على محمد علي جعفري يا سيدي الله فيقول بأن سوريا بأن إيران انتصرت على الأرض السورية المشهد كله أن الآن المعركة على الأرض السورية هي معركة إيرانية بامتياز إيران بعد أن كما تحلم بعد أن تنتصر في سوريا ولذلك قلت لك مستعدون أن يتخلوا وربما يتخلوا حتى حين لأن هؤلاء عندهم عقيدة الباطنية أو التقية شيء مشهور ومعلوم أن يتخلوا عن كل شيء مقابل أن يحتفظوا بسوريا وكمستعمرة ببشار الأسد كقائم مقام أقول للأخوة العرب للدول العربية للشعوب العربية هذا سيكون أول ما يفتح النار عليكم يجب أن تكونوا جاهزين يعني أنت عندما تسمع أنه بالأمس قتل أو من ثلاثة أيام قتل فاضل صبحي أحد قادة كتيبة ذو الفقار كتيبة ذو الفقار مشكلة من عراقيين ما من إيرانيين من عراقيين جاءوا إلى سوريا لقتال الكفار الكفار هم أبناء دمشق وهم يتحلقون حول دمشق ويقاتلون حول دمشق ورأينا الشريط بالأمس يقاتلون في حلب وحول حلب يقاتلون وقالوا الذي جرى في حمص والتقرير الدولي الذي قلنا أو قرأناه بالأمس أنه جرائم حرب يرتكبها قوات حسن نصر الله على الأرض سوريا لا أحد يستطيع الآن بالنسبة لعائلة فاضل صبحي وربما هذا الاسم مستعار يعني أتوقع من العائلة العراقية التي ترسل ابنها فاضل صبحي وأنا تألمت لما قتل عراقي هناك ليش؟ لأنه من تتألم لمقتل قاتل يا دكتور نبيل اسمح لي من الذي غرر به حتى يذهب؟ هذا القاتل الملعون الذي جاء ليخطو الأطفال سوريين من الذي غرر به لكي يذهب عراقي ويقتل هناك؟ يا دكتور نبيل هذا منكر كبير هذا منكر كبير هذا أحد قادة لواء قل لي غرر به هذا قاتل كبير علم الله كم قتل من أطفال سوريا كم ذبح كم بقر من بطون الحبالة هذا القاتل المجرم تتألم لمقتله يا رجل مع عائلته يعني نحن على الهواء لا يجوز أن تضغر ألما لمقتل قاتل يا رجل ولا تأخذكم فيهم رأفة في دين الله يا رجل هذا رجل جاء من بلده ليقتل أطفال الآخرين على أرضهم وفي ديارهم وليحرق وليقتل وليدمر من قال لك من قال لك من قال لك من قال لك أين يسكن الشيطان الرجيم إذن يا دكتور نبي الله لا يصح أن نقول هذا الكلام لا يصح هناك سوريون موجوعون لا يتحملون مثل هذا الكلام هؤلاء الذين جاءوا إلى ديارنا ليقتلون فيها هؤلاء نحن لم نذهب إلى إيران نحن لم نذهب إلى العراق هم الذين جاءوا إلى ديارنا ليقتلون فيها ليستبيحون فيها ماذا تقول بحقه أتعلم أين التغرير كيف أغرر قالوا له تدافع عن السيدة زينب لكنه يدافع عن نظام بشار هنا غرر به أنا على الهواء ويصعب استفزازي لكن أشعر أن المعنى أن المعنى يثيرني قليلا يعني أستغفر الله العظيم أنا لا أريد أن أدافع عن قاتل لكن هذا غرر به قيل له تدافع عن السيدة زينب لكنه دافع عن بشار الأسد ودفع ثمن دفاعه زين سيد أنسى مقتل فاضل صبعي رسائل متبادلة حكينا فيها كاترين أشتين تقول يجب تقديم المستخدمين للكيمياوي إلى العدالة كيف قلنا كيف فيمكنها أن تسحب مفتاح لمحكمة الجناية الدولية من جيب لافروف يعني هذا الكلام كما يقولون لكن في السياسة هذا الوجوب بغير موجب هو الأمس لما كان كنا نحكي عبر الجنسكي كان في جزء من كلامه صحيح لما قال أن أوباما يقول يجب على بشار الأسد أن يرحل ولا يقدم استراتيجية خطة لرحيل بشار الأسد هذا كلام غير مقبول في السياسة واليوم نحن بالأمس استمعنا إلى بانكيمون يقول يجب أن يحاسب المجرم على جريمته وأن يقدم إلى معكمة الجينات الدولية بجي سؤال كيف الآن آشتون وآشتون الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي تقول يجب تقديم المسؤولين عن جريمة الكيماوي للعدالة وأصبحت الصورة واضحة ونحن نديني الهجوم ونطالب ونعتبره جريمة حرب إلى كل هذا طيب كيف كيف أنتم كدول عظمى كدول عظمى كيف يمكنكم أن تفعلوا هذه الواجبات أما هذه الواجبات التي تطلق في الهواء يجب علينا أن نغسل يدينا إيش معنى هذا الكلام هذا جعل القانون الدولي سخرية الآن إذا صدر من فرد سوري مثلي سخرية من القانون الدولي يقولون هذا ضد القانون الدولي نحن لسنا ضد القانون الدولي أنتم تستهترون بهذا القانون الدولي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد الآن الآن على أفراد من المسلمين يرتكبون أخطاء فرد فرد تتحرك طائرات بدون طيار تطاردهم حول العالم ومجرم قاتل قتل 150 ألف إنسان بينهم 15 ألف طفل لا أحد يطاردهم ما في طيارة بدون طيارة تقصف أجله لا هؤلاء الأفراد طفلة يمنية قتلت مع أبيها بطائرة بدون طيار هذه الطيارات بدون طيار خصص أناس ضعفاء بسطاء قد يكونوا ضالين قد يكونوا مخطئين قد يكونوا مرتكبين لكن تبقى جريمتهم بحجمهم بحجم فرد نحن نتحدث الآن عن أخطر مجرم على ظهر المسكونة كلمة المسكونة بيستعملوها بالفتقان على ظهر المعمورة نحن منقولها على ظهر الكرة الأرضية ما في رجل على ظهر الكرة الأرضية اليوم قتل 150 ألف إنسان إلا بشار الأسد وتحدى الجميع ما في شخص إنسان نسمة واحدة على ظهر الكرة الأرضية حي يرزق حتى هذه الساعة على ظهر الكرة الأرضية بين خطوط الطول والعرض ارتكب جرائم كما ارتكب بشار الأسد ورغم ذلك تخرج طائرة بلا طيار تطارد لك رجل في جبل في أفغانستان أو رجل في جبل في اليمن ولا أحد يطارد هذا المجرم كل يوم نسمع قصيدة يجب أن يجب أن يجب أن الواجب يحتاج إلى موجب من الذي سيوجد الآن أشتن تصريح جميل والله لو واحد يمكن أن يأخذ عليه دمعة كما يقولون تصريح جريمة حرب ويجب أن نضع حد لهذه الانتهاكات ويجب أن ولكن هذه الواجبات من يحولها إلى شيء عملي لماذا لا تتحرك القوى الفعلية في العالم التي تزعم أنها مؤهلة لمطاردة الإرهاب وللأخذ على يد الإرهابيين لماذا لا تتحرك لاستياد هذا المجرم لوضع حد له بالعكس هم الآن يتفاوضون على إعادة تأهيله ما زال هناك دولة عظمية البارحة أنا سمعت أوباما يقول لا يمكن أن يعود إلى الحكومة قال من الصعب قال من الصعب أن يعود معنى ذلك أنه ممكن وهو الآن وكان يقول وأنا شرحت قوله يعني لا أريد أن أعود إليه لكن نحن أمام أخي الكريم أمام حالة من التراخي مع الإرهابيين من التراخي مع المجرمين يدفع ثمنها الشعب السوري من دمه من أمنه من أمن أطفاله من جوعه من عريه هذا الحال يجعل كثير من أبنائه هذه الشعوب يعني تنظر بشمئزاز إلى كل ما يسمى القانون الدولي وإلى كل ما يسمى ماذا فعلوا خلال ثلاثين شهرا والسوريون يذبحون ويقتلون وبكل الطرق التي يمكن أن تصل إليها يد بشار الأسد ماذا تقول المعارضة السورية حول هذا الموضوع يعني ماذا يمكنها أن تقول لم أسمع أن المعارضة شرحت أكثر مما شرحت أشتم لا قالت المعارضة أكثر ولكن يعني الذي أريد أن أتحدث عنه أخي يعني نحن لا نريد أن نأتي إلى الضحية ونجعله مسؤول الشعب السوري المعارضة السورية جزء من هذا الشعب المبتلى مبتلى بنظام دولي غارق في الأمبالاة مبتلى بنظام أقليمي متخاذل مبتلى بنظام مجرم مبتلى بدول كبرى تدخل على حرب قتله يعني المعارضة السورية لما قامت هذه الثورة السورية لم تأخذ بالحساب أننا سنقاتل بشار الأسد وجند بشار الأسد والإيرانيين وأتباع الإيرانيين حول العالم والروس وأتباع الروس حول يعني كل هؤلاء الآن كلهم أصبحوا في صف واحد في ظل تخاذر الآخرين وكلهم يقولون إن هذا الأمر لا يعنينا يعني لا يجوز لنا أن نلقي العبئ بارحة في تقرير في جريدة عكاز السعودية تقرير بقدر ما يعني يريحك يزعجك وهذه الحال النفسية أحيانا يستخدم هذا التقرير قام المراسل تبعهم أو كاتب التقرير قام بزيارة إلى سوريا دخل من الشمال مر على أعزاز ومن أعزاز إلى حلب يقول بالقرب من أعزاز رأيت مقبرة الدبابات أنا تعبير مقبرة الدبابات استمعت إليه وأنا طفل في أيام حرب 73 أنا شاب وقالوا الدفرسوار واختوا الثغرة وكانوا يتكلموا عن هكذا في حرب القناة وكان سعد الدين الشارلي وقالوا كانت مقبرة الدبابات هناك أنا عندما أسمع أنه حمي وطيس المعارك على الأرض السورية بين المجرم بشر الأسد وأتباعه وبين أبطال الثورة السورية وتم تحطيم الكثير من الدبابات تنظر إلى بطولات الثوار فتشعر بالراحة تنظر إلى أن هذه الدبابات هي لك ولجيشك ولشعبك ولأمن سوريا ولمستقبل سوريا وأن هذه الدبابات قد دفع ثمنها لكي ندافع بها عن حدودنا ونحرر بها أرضنا فتشعر بأن فؤادك يتمزق وأنت تقرأ هذه العبارة عبارة مقبرة الدبابات هذا الذي حصل في سوريا الذي ارتكبه النظام المجرم في تدمير السلاح السوري في تدمير بنية المجتمع السوري من جهة بالأمس مسؤول في وزارة الخارجية السورية يقول بأن التصريحات والمواقف الغربية التي صادرة في الغرب بشأن سوريا تعبر عن رغبة الغربيين في فرض إرادتهم على سوريا يعني هم الغربيون الآن كما نرى وكما نشاهد وكما نتابع ثلاثين شهر وهم يعطون الفرصة لبشار الأسد ويسكتون على بشار الأسد تخاذلا أو تواطئا لا أريد أن أختلف مع أحد ثم يخرج بشار الأسد تقول متأمرين علي يعني بشار الأسد كان ينتظر من الأمريكان أن يضربوا الشعب السوري بقمبلة ذرية ويفنوا ويريحوا بشار الأسد ويأخذوا يحطوا في قفص دجاجي ويفرجوا عليه العالم يعني إيش اللي كان ينتظره من الغرب ماذا يمكن للغرب أن يفعل أكثر مما فعل في حماية بشار الأسد وفي الدفاع عن بشار الأسد وفي تخذيل الشعب السوري عن بشار الأسد كل هذا الذي فعل كل هذا الذي يحصل ثم يخرج علينا متحدث باسم الخارجية السورية يقول بأن هؤلاء الآن يريدون وأنه هما لما سلموا السلاح ما تنازلوا ولم يسلموا السلاح خوفا ولا فزعا ولا هلعا وإنما الآن هي محاولة أمريكية الأمريكيون يحاولون بالرغم من أن الحكومة السورية والنظام السوري يحشد الناس لكي يؤيدوه لكن العالم والشعب السوري له موقف آخر إلى هنا أعزائي المشاهدين أشكركم على كرم المتابعة كما أشكر ضيفية المعارض السوري الأستاذ وهير سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام